أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية يعدان من التحديات الرئيسية في العصر الرقمي في ظل تصاعد التهديدات الإلكترونية والتي تستهدف خصوصية الأفراد وسلامة الأنظمة الرقمية أصبحت البيانات الشخصية تعد ثروة رقمية تتطلب أعلى درجات الحماية لضمان أمنها وسريتها تشهد الساحة الرقمية تصاعدا ملحوظا في الهجمات السبرانية المتطورة مما يستطيع اعتماد استراتيجيات استباقية تركز على الكشف عن الثقرات الأمنية وتعزز الدفاعات الرقمية بشكل مستمر لضمان حماية البيانات الحساسة لازم يتم تطبيق المعايير الدولية في حماية البيانات والحفظ عليها لازم يكون عندنا شيء مشابه للجي دي بي ار اللي هو قانون حماية معلومات المستهلك في الاتحاد الأوروبي المصادقة عن طريق برنامج هويتي هو إعطاء صلاحية للشخص طالب المصادقة سواء كان مخترق أو كان شخص آخر في التصرف في أمورك مع هذه الجهة فإذا خذنا على وزن شركات الاتصالات إذا وصل لك طلب مصادقة عن طريق أحده شركات الاتصالات فمعناها الشخص يقدر تحكم في خط تلفونك يقدر يغير خط تلفونك يطلب بطاقة جديدة أو يغير قيمة العقد أو غيره الذكاء الصناعي في مجال أمن المعلومات مهم لماذا؟ لأن الذكاء الصناعي يوم بعد يوم أن الذكاء الصناعي قاعد يطور أكثر قاعد يصبح خصائص أكثر عند الإمكانية يقلد المخترقين يتزايد الاهتمام باستخدام التشفيرات المتعددة وحلول المراقبة المتقدمة لتعزيز قدرات النظام على مقاومة التهديدات المتطورة أغلب المواقع حاليا أنت لما تدخل عليها يطلب منك معلومات وحتى لو تستخدم مانع التتبع أو مانع الإعلانات في مواقع توقف وما تشتغل تطلب منك أنك تطفي يجب أن يستخدمون رغم الجهاز المعلومات في الجهاز وممكن يزرع ما نسميها الكوكي لكي يدرس تصرفاتك عندما تدخل المواقع مرة أخرى يعرف ما هي المنتجات التي تحبها وما هي الأشياء التي يمكن أن يزلكها المشكلة أن أغلب المواقع يبيعون هذه المعلومات لا يحفظون عليها فهذا الشي يزيد حساسية الشخص أو المعلومات العامة قلة الوعي العام نحن دائما ننوه أنه دائما يجب أن يرون الموقع أو الموقع الذي يحاولون أن يدخلنا مثلاً إذا لا يريد جهة رسمية أو وزارة أو لا غالباً الموقع سينتهي و يدخلت على نفس الوقت و يدخلوق و يكتب حماية المستهلك و يقدم شكوى و يتحضر موقع و يتركهم و يقوم بتحديث و يدخل من أساس الموقع و يقوم بتحديث و يتحديث و يرسل حالياً عن طريق خويتي المصادقة نبيك بس توافق عليها وراها انت المتصادق ممكن يحول رغم تلفونك ممكن يبوق اشياء ثانية تعمل الكويت على تعزيز قدراتها في مجال الامن السبراني من خلال تطوير سياسات واجراءات دقيقة تهدف الى حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية وتطبيق احدث التقنيات لمواجهة التحديات الالكترونية وعلى حويدر قناة الاخبار